اهلا بكم البداية من صحيفة الايكونوميست ومقالها الافتتاح حول الميزانية نقرأ فيها بعث رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران الرسالة التأطيرية للقطاعات الوزارية خطوة تأخرت عن موعدها حسب الصحيفة يواصل الكاتب هذه الوثيقة الإطار تحدد السياسة المالية للدولة ونعلم أن تشديد إجراءة التقش في غالبنا ما تقود إلى تراجع العجز لكن لا ينبغي استيراد النموذج الفرنسي السيء الذي يعد عدم تحقيق التقدم والجمود شكلا من أشكال الإدخار ويتابع في المغرب يتمثل أسلوب الخلط بين دافع الدرائب والمحاسبين في المماطلة في تسديد الديون واستغلال ذلك لعدم تسجيل تفاصيل بيانتها إلى صحيفة أوجودويلو مغاك التي تسلط الضوء على أهم ما ركزت عليه المذكرة التقديمية للقانون المالية لسنة 2015 2015 عام الحماية والمساعدات المباشرة تعنون صحيفة مقالها الحكومة أعلنت التوجهات المالية والاقتصادية والاجتماعية برسم ميزانية 2015 محددة أربعة أولوية كبرى وهي تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنفسية هواين عشو الاستثمار الخاص ودعم المقاولة إضافة إلى تفعيل الجهوية ودعم التمسك الاجتماعي وموصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنة المكرو اقتصادية لزيكو أنجزت تقريرا حول نفس الموضوع كتبت فيها رئيس الحكومة يحترم التقويم المالية بالإفراج عن المذكرة التأطيرية لقانون المالية لسنة 2015 التي ستثير نقاشا مستفيدا خلال الدخول التشريعية عبد الإله بن كيران ألقى الأضواء على الأولوية الحكومية للموازنة العامة القادمة من خلال التركيز على الحفاظ على الثقة في الاقتصاد المغربي وموصلة الجهود للإبقاء على التوازنات المكرو اقتصادية للمملكة إلى الصحف الجزائرية الشروق تدق ناقص الخطر وتوعنون الحمى القلاعية في الجزائر والرعب في باريس جاء في المقال صدمة تصيب قطع تصدير الأبقار في فرنسا والموجهة للمربين بعد قرار الجزائر توقيف جميع واردتها على خلفية اكتشاف داء الحمى القلاعية وانتشاره عبر أكثر من 18 ولاية خصوصا وان الجزائر تعد وكبر مستورد للبقر الفرنسي بنحو 70% من مجمل صادرة باريس لهذه المواشي نفس الصحيفة تتسأل في مقال آخر هل سيقبل الأففاس الالتحاق بحكومة عبد الملك سلالة المرتقبة في الدخول الاجتماعي المقبل من أجل إنجاح مشروع الإجماع الوطني المعلن تقول الصحيفة يعتقد متابعون أن أي مشاركة من جانب الأففاس في الحكومة المقبلة تعني أنه اعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة وشرعنا الوضع الجديدة وتخبرنا الخبر أن المسافرين على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية عاشوا هلعا كبيرا على خلفية انحرف الطائرة التي كانت تقلهم على مسارها بمطار ليلة الفرنسية وتضف الصحيفة الحديث لم يخلف أي خسائر مادية أو بشرية لكن مسلسل فضائح الجوية الجزائرية يتواصل وقد بدأت سمعتها تنهار يوما بعد يوم ونقرأ في الشرق الأوسط أعد خبير قانوني عراقي بارز تكليف رئيس الجمهورية لحيدر عبادي بتشكيل الحكومة دستوريا ولا أثر سيترتب على توجه المالكي للمحكمة الاتحادية لنقضي قرار التكليف فحيدر العبادي حظي بتوافق نادر داخليا من الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية وخارجيا من أهم حالفين للملك حتى وقت قريب وهم إيران والولايات المتحدة التي أيدت تكلفه بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وهو ما تؤكده القدس العربية الرجل حظي بدعم واشنطن وطهران والرياض والأحزاب والميليشيات الشيعية تعلق الصحيفة امتزجت مشاعر الارتياح والقلق بين العراقيين مع تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة ورفض نور الملك لاعترف بها وقيامه بنشر قوة عسكرية في شوارع بغداد مباركة سعودية إيرانية لتكليف العبادي عنوان بارز لصحيفة السفير اللبنانية تتحدث الصحيفة عن صورة التقاطع في المواقف السياسية خصوصا الإقليمية منها التي أدت إلى تسمية حيدر العبادي رئيسا جديدا للحكومة في العراق والصورة أصبحت أكثر وضوحا من خلال بروز الأطرف المرحبة والدعم للخطوة وتحديدا موقفي كل من السعودية وإيران التي أبدت مباركة في هذا الاتجاه يشير الكاتب أيضا إلى تجدد الضربات الجوية المحدودة التي تنفذها واشنطن لاستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشم على طرف إقليم كردستان وصحيفة نيويورك تايمز تنشر تقريرا حول سيرة أبو بكر البغداد منذ أن ظهر لأول مرة في بغداد إلى أن تزعم تنظيم داعش تقول الصحيفة إنه عندما غارت القوة الأمريكية على منزل قريب من الفلو جيبن فترة الهجوم على حركة تمرد سونية عام 2004 عثروا على مسلحين متشددين كانوا يبحثون عنهما كما ألقى الأمريكيون القبض على عراقي كان يتسكع هناك على حد وصف الكاتب وكان في أوائل الثلاثينة ولا يعرفون عنه شيئا ذلك الرجل المجهول يعرف اليوم باسم أبو بكر البغددي تستنتج الصحيفة غذت السياسة الأمريكية اندفاع البغددي للقتل أو قادت لترقيته